السلام عليكم كديري لبس عليكم اتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين باخر والاخر وبافضل احوال بالنسبة اليوم ان شاء الله اجبت لكم واحد الوصفة للبشرة كما اشتروا العنوان ديال الفيديو هال الوصفة صراحة اللي خاد دائرة جدا والمكونات ديالها متوفرين في اي دار يعني قد تصدموا ان هذه المكونات عندكم متواجدين وما تستعملوهم البشرة ديالكم اللي هم مفيدين جدا فوائد ديالهم كثيرا بزافهم تعدى يعني لا تحصى لذلك غادي نبغي نشارك معكم بعد من الفوائد ديالها البعض يعني كلكم تبحثوا انتم مع الفوائد وتشوفوا ان هات المكونات يعني خطيرين جدا بنسبة المكونات الاول كما تلاحظوا هو نشط طورة نشط طورة اللي مفيد جدا البشرة وتكالي كيساعد على طبيعة البشرة وكيزيل الأوسخة من البشرة ودك الشوائم وكذلك كيزيل الحبوب اللي هيعني من الحبوب الشباب وكذلك يخلص من البطول وديك الحروق الشمس اللي كتأثر على البشرة ديالنا او تشكلنا ارهاق ف البشرة وكذلك بنسبة المكونات التاني هو الزبادي او الياغورط الطبيعي هاد المكونات هده صراحة رائع اللي كيخلصنا البشرة من الخلايا الميتة وكذلك يرطximنا البشرة وكي خلص المشرة متصبغات المشرة وكذلك مقاوم للتجاعد نبدأ على بركة الله الوصفة وقام معي نبدأ على بركة الله بالنسبة للمكونات كما أسبق لكم وشفتم معنا قد نحتاجون نشط دورة نشط دورة اللي غنية عن التعريف نحتاج جوج معالق دي النشط دورة وكذلك الزبادي أو اليغور الطبيعي كذلك نحتاج جوج معالق صغارين بالنسبة لكم لكتبانين تضيفوا تستعملوا كتر الكيمية لكتبانين تستعملوا كذلك الرقبة دي لكم أبل البشرة دي لكم كلكم ضعفوا المكونات فقط أنا فقط هنكتفي بجوج معالق صغارين حيث غنستعملها غير البشرة دي للي سوف نحتاج جوج معالقات صغار ما يعادر معالقة كبيرة دي النشط دورة وغنضيف لها الزبادي أو اليغورط الطبيعي ضروري يكون البنات اليغورط طبيعي كما كتعرفوا اليغورط طبيعي كي يحتوي لبنسبة كبيرة من الكالسيوم والبروتينات والمغنيسيومي اللي كي حافظوا على صحة البشرة وصحة الجسم بصفة عامة بنات هذه المكونات بجوجه مني كنمزجوهم بجوجه مني كي يطوحة النتيجة الرائعة على البشرة كان نصحكم أنكم تستعملوا صوتوا اللي كيعاني من حرق الشمس واللي بغي يبيض البشرة دياله واللي تأثرت البشرة دياله في هذا الصف هذا من الشمس كان نصحكم بهذه الوصفة هذي غتفيدكم بالصف صفة غنبطوك نحرركم باشتديك للناشا ما غاديش تكوين لناكوتل ضرور أننا نبقوك نمزجو بناتهم مزيان حتى نحصلوا على قوام كريمي كذلك البنات اللي في عندها حب الشباب راه هذا الوصفة هذي كتقلل من ذيك البوتور ديال حب الشباب وكتقلل من تجاعد لأنه فيتام في الفيتامين السي وكما كتعرفوا الزابة ديغانيب الفيتامينات منهم الكارسيوم البروتينات والمغنيسيوم اللي كي حافظوا على صحات البشرة وكذلك صحات الجسم يعني فيها فوائد كثيرة كثيرة نتمنى أنكم تبحتوا عليها ان شاء الله وغدتلقوا عنها هذ المكوناتها فيهم فوائد غزالين عندما كما كتشوفوا الوصفة ديالنا الكريمة ديالنا وجداد رجعنا كريمي يعني تلك المكونات تمزجو بناتهم ورجع للقوام الكريمي كما بغينا حنايا صافياح نحصلنا دبع الكريمة اللي بغينا حنايا مشاتلينا نأخذ واحد البانسو البانسو اللي سنطبق بها البشرة بالنسبة للبنات ضروري أن البشرة تكون قيمة مخصولة مزيان و لا تكونوا دوجته و خرجتهم الدوج كتكون مسامات مفتوحين يعني كتسهل لكم هذ البشرة باش تحيت البقاء الدكينة من البشرة ديالكم صافياح نطبقها بالنسبة لكم البنات انتم تطبقوها كذلك على البشرة ديالكم و على الرقابة ديالكم اللي كيعاني من استمرار كما تعرفوا دبع نياء دخلنا من السيف و من الحرارة والبحر طروري أن تريد وصفات اللون الغامق و تصببها للشمس و هذا الوصفة رائع في كاس و جيد البشرة بشاف سوف تدهنو البشرة ديالكم تقدموها مزيان بعد الكريمة هذه البنات اللي كيعاني و في البشرة ديالهم من الخطوط رافية اللي كتسبب التجاهيد اللي سبق لي و قلت لكم اللي سبق لي و قلت لكم انها تحتوي على الفيتامين السي الفيتامين السي اللي موضة الأكسادة لديك يحارب لذلك الجوذور اللي كتضر البشرة ديالنا و كتسبب لنتجا عيب لذلك الوصفة مفيدة جميل يعني صغار و كبار ما كنش الفرق صافي دبع غادي من بعد ما طبقناها اللي بشرة ديالنا غادي ندلقوا البشرة ديالنا بشكل دائري ضروري انكم تمثلوا البشرة ديالكم بشكل دائري كما كتشوفوا معاياني مشي طلعها رفاغوا ضروري بشكل دائري عكس عقارب الساعة باش ديك المسمات ديالنا كيتشربوا ديك المكونات و كيخليونا ان البشرة ديالنا تخلص من ديك البوقع السوداء ديك البوتور بتخلصنا من ديك التصبوغات والأوساخ يعني ضروري انكم غادي تماسوا البشرة ديالكم واحد المدة ديال جوش دقائق و انتم كتزيدوا شوية بشوية كتزيدوا الكريمة يعني كتماسوا البشرة ديالكم من بيت كتزيدوا الكريمة و انتم غاديين هكاك ضروري بشكل دائري للبنات كما قلت لكم باش كتزيدوا باش كتزيدوا بشكل ديك المكونات ديك المكونات مهم كتزيدوا بشكل ديك المكونات بشوش سوف نستمروا بتدليك البشرة و وضع الكريمة يعني ندليك البشرة ديالنا و وضع الكريمة حتى تدوز المدة ديال جوش دقائق عاد من بعد نخليوها تنشف لنا لواحد المدة 15 دقيقة على البشرة ديالنا والراقبة ديالنا تخليوها 15 دقيقة من بعد غادي نشطفها يعني نغسل وجهنا نغسله بالما يكون شوية دافي يعني مش دافي بشكل فقط شوية كما تلاحظون من بعد غسلت البشرة ديالي من هاد الوصفة ضروري انكم من بعد ما تسالوا من هاد الوصفة والتحيق وتغسلوها ضروري تجدوا مرتب اي لوع مرتب عندكم في الدار سواء زيود او مرتبات انا كنستعملها زيت هذا زيت جوزلين كنستعملوا من بعد اي وصفة اي وصفة استعملتها البشرة ديالي كننضيفها كمرطب اخر صراحة مو فيد مو فيد البشرة كنستعملوه انا بعد المرات كنديرو حتى في الليل كنبغي الناس كنبغي البشرة ديالي والناس باطمان كنبغي البشرة ديالي انا نبغي تطير و محطة منهم انا و نريد ان تستفيدون منهم و انتم مطبخ لوش الي كي ضيما انكم تخلوا لي كومنتارات زوانين و تعليق و لايكات كذلك وتابني و معايا فلاشين و خليط لكم الرحاب السلام عليكم باي باي